تحت شعار حرفتك هي مستقبلك انطلقت المبادرة المجانية اللي هي بتعد الأولى من نوعها في يعني هدفها هو رسم مستقبل للشباب بتعليمهم حرف ومهن مختلفة تساعدهم انهم يبتدوا مشوار حياتهم ويعملوا مشروعات صغيرة أنا وحما محمود صبحي مؤسس منصك عام بمبادرة حرفتك مستقبلك احنا بدأنا المبادرة دي من سنة كده تقريبا كده جات ازاي في فكرة بتاعت المبادرة كنت انا بحب المشاركة الشعبية يعني بحب الناس كلها تشارك وانا راجل ايجابي في المجتمع يعني فانا بقعد مع الشباب كتير يعني وبسألهم برضو الخرجين او اللي لسه بيدرسوا كده طب ممكن تتعلم حرفة او صنعها مثلا تفيدك مع دراستك او لو انت خريج ولا حاجة قال لي اه انا جربت اروح حاجة زي كده في اكاديميات بس كان بيبقى المبلغ بتاع الدورات عالي قوي علي وما بستفدش منها كتير يعني بدفع مبلغ كبير وما بستفدش بينها كتير من هنا جات الفكرة اني طبعا شاب في مبتدح اياته يعني لو عاوز لو حابب يتعلم ازايف مبلغ زي كده فجات الفكرة اللي احنا نعمل المبادرة اه مجانا تماما يعني قل قلت ابدأ انا فروح تم نازل على الصفحة بتاعتي وبقيت اقول للناس القريبين مني انا عاوز اعمل اللي عاوز يتعلم الحلاقة اه مجانا تماما يعني وكده فجالي عدد كبير حوالي مسلا عشر خمشهر واحد عاوزين يتعلموا طبعا صعب عليا اللي انا في المحل عندي اللي انا اجيبهم طبعا اللي انا اعلمهم الحلاقة وكده هياخدوا المحل كله فمحتاجين مكان اه روحتي كزا مكان يعني عشان اطلب منهم مكان ناس يساعدونا يعني جهات وكده عشان ااخد منهم كوع ولا حاجة الموضوع برضو بيبصع بشوية يعني ايه ممكن كله بيقول لك ايه طب احنا مش عارفين الفكرة طب انجح وتعالى بقى لما تنجح فقط نعرف نشوفه ونقدر بقى نساعدك ازاي بس انجح الاول وتعلن اه يعني ده اللي فهمته يعني محدش قالي كيه صراحة بس ده هو ده اللي فهمته فاضطريت انا اروح بقى ايه السنتر تعليمي جنبي مني هنا فالرجل طول انا عامل مبادرة ومجانا وكده الراجل عادي اخد كلامي وقال لي خلاص ماشي جبتي الناس وروح تتدرب وكده فهو بين صاحب القاعة برضو ما كانش مصدق اللي انا ممكن اعمل اه حاجة مجانة يعني او يعني اعلم ناس واعطل نفسي واجيب ناس مجانا فلما عارف فقا الموضوع بجد ولقى ناس بتيجي وبتتدرب وكده ولقى ومعرفش ممكن يكون سأل الشباب يعني اللي انا بقى نصول لقى فالناس قالوا لقى مجانا كل حاجة فراح هو راح الراجل برضو كافتر خير ويعني مشكورا سام معنا وقال لي خلاص لقى ما تدفعش تمن الايجار دوت وعندنا مشاركة منه يعني والحمدالله بدأنا جالي بقى يعني كل الحرف بقى يعني بصراحة جنبي كان قدامي الموانس مع مع حمود الموتال في الموتال قال لنا انا عاوز اي حد عاوز برضو يتدرب معنا هيجا اديله نظري عندك وعملي عندي في الورشة وكده وسيانة موبايل كزا حاجة يعني الحمدالله رب العامين اتفعوا معنا وكاون فيه برضو صاحبي برضو استاذ هاني برضو مدرس صنايع وعنده ورشة نجارة قال لي برضو انا اشارك برضو اه في ورشة النجارة اعلم الشباب والرسم على الخشب يعني فالراجل برضو ماشكورا وجاء برضو معنا الحمدالله رب العامين وعمل دورة وكده يعني اهم حاجة في المبادرة اه اللي احنا ما بنعلمش حد ما فيه اكاديميات كتير اه بتدرب شباب وراحوا تدربوا اخدوا شهادة وخلاص يعني وراكية لا احنا مش فارقة معنا اللي انا اديك شهادة انت مش تاخل عند انا مش جاية اديك كورس تاخد به شهادة تروح تقدم به في مكان يبقى سيفيل نفسك وخلاص وانا انا مش 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 مع الحرف فس لا اتعلم وتبازي الفل يبقى معك برضو حرفة معك ربنا اكرامك واشتغلت بالشهادة ماشي ما اشتغلتش ما تقعدش مش متحطش ايدك على قدك وتقول له انا انا اكتهدت وتخرجت وخلاص لا فيه سوق العمل كتير تعلم صنعة كلنا تعلم صنعة انا موها العائلة الحمد لله واشتغلت بصنعتي وهي اللي فتحة محلي وهي اللي فتحة بيتي والحمد لله رب العالمين زي الفل منها الحمد لله رب العالمين يعني احنا وصلنا دولتي في الدورات اللي احنا قدمناها عشر دورات مسلا كل دورة بعشر افراد يعني وصلنا المية بس المستهدف اللي نفس انا حقاوه مسلا اوصل يعني في استهدافناك وكلنا في المبادرة لنوصل لخمس تلاف او عشر تلاف شاب وفتاة انا عاوز اقضي على البطالة على الالف محافظتي مبادرة بسيطة فكرة بسيطة لان احنا ما حلتناش غير افكارنا عندنا افكار وعندنا حلول لكل المشاكل الحمد لله رب العالمين عشان يبقى باب رزق جديد هنساعدكم فيها وهنجيب لكم المدرب بتاعها. وهيديكم كل المبادرات عندنا كل المعنى زي زي ما قلت